نرجع لللموت شاهدناه The Voice قدمت لهذا البرنامج اه زيان من قدمتي لهذا البرنامج وغنيتي علي ما اعتقد لي اسمهان اسمهان ايه طيب انتي كنتي في بالك حاطة انه يلفون الاربعة يلفون الاثنين يلف شخص واحد ابدا انا ما حسبت حسابه ولا شيء دخلت ايوه يعني ما قلت يمكن يلف واحد او اثنين يعني مش وش كان شعورك من لفه الأربعة؟ يعني تفاجأت ما توقعت لأنني كنت أرجف كلي وخايفة وبالأول يعني أول مرة هاي حسيت نفسي يعني مرتبكة أنت شاركتي بـ The Voice ورحتي لفريق صابر رباعي لأنه هو تونسي وأنت تونسية إيه والله بهذه الفترة إيه أحبه كثير أنا صابر ليش مرحتي مع القيصر كهذا من السهر؟ غلطة؟ غلطة القلمة صفقة تشير شو دقيقة غلطة 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 لأنه ما دعمني بصراحة صابر وما يحكي عني أصلا بولا برنامج ما يحكي عني ما هو أنت بفريق صابر رباعي أنا طبعا بفريق وأنا أول تونسية تختاره مفروض يحكي عني ويدعمني ويعرف يعني أنه أنا شو طاقتي يعني كيف ما يعترف بيجو أربعة أربعة ما شفتوا وما شفتوا شفتوا حتى بالبرامج يطلع يحكي ما احترامي يقلوا الفن وطبعا هو فنان كبير أكيد بس ليش ما يذكي؟ بس كمعاملة بيني أنا ويما شوفت دعم منه يعني أنت تونسية هو تونسي أنت رحتي الفريق ما رحتي للبقية ما فروض ما فروض يدعمني كيف ما يدعمك؟ ما دعمني أبدا ما دعمني أبدا أصاب الرباعي بصراحة لا في شخص ثاني دعمت من اللجنة؟ قالت صوت؟ إيه عاصي الحلاني مثلا ما كنت بفريقه بس كان يعني بعد البرنامج عملنا حفلة وعملنا كل أغنية اسمها رياح البغض وحطني بها مع جميل مع العلم أنت مو فريق عاصي أنت فريق صابر وانا لما طلعت من البرنامج عاصي الحلاني قال لي رح تصيري نجمة رقم واحد ورح تشوفه بالكاميرا قالها بالكواليس قال هاي رح تصير رح تشوفوها وصاب الرباعي وعدني بأغنية هو ومحمود الخيامي أحيي بس ما عملوا لي إياها بعدين يعني هو وعدتش بأغنية؟ يعني صابر الرباعي وعدتش وأخلف بوعدة؟ هو محمود الخيامي قال لي أنا رح أكون مشرف على الأغنية أذكره وما أنساها يعني أنا كنت صغيرة وما عارف ما عندي خبرة بالفن بس يعني هذا الشيء اللي فرحني طلعت من البرنامج بأغنية طلعت بأغنية وملحن كبير محمود الخيامي ولي ملحن بيني داية ملحن كثير عارف أعطار بك بس هو كريم صابر الرباعي كيف يعني أنت خبرتي فتهمتي منه مو كريم أنا معي مو كريم يعني كنت هو فناني المفضل يعني كنت فناني المفضل لا طبعا لا تغيرت أنا الفنان هو قبل كل شيء قبل فنه وقبل صوته وقبل شو ما كانت موهبته لازم يكون يعني هيك شوي طبعه سلس ويكون يعني عند كلمته هو ما كان عند كلمته صابر الرباعي لا ما عرف إذا رح يشوف البرنامج يزعل مني بس ما كان وما ساعدني طيب لو يرجع بيك الزمن بأمانة تختارين من من اللجنة عاس الحلين أكيد مليون بالمئة عاس الحلين آآ بواليد تحياتنا لعاس الحلاني والصابر الرباعي طبعا زي شي تغللني صابر الرباعي شفت الخوث؟ ايه والله طالب